افتتح مجلس كنائس الشرق الأوسط عيادة صحية جديدة في منطقة صيرات جنوب غزة ويقوم هذا المرفق الجديد بدور حيوي في توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمقيمين في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع وخلال اليوم الأول من عمل العيادة تم معالجة أكثر من 400 مريض تتراوح أعمارهم من حديث الولادة إلى كبار السن وقد أجريت للمبنى إصلاحات واسعة النطاق كما قام الموظفون بالتحويل الساحة إلى مركز صحي يعمل بكامل طاقته وخلال حفل الافتتاح قام الأطباء والممرضون والموظفون الإداريون بتنظيف العيادة وتجهيزها وسيتم خلال الأيام القادمة إجراء المزيد من التحسينات الهيكلية بما في ذلك تقسيم أماكن رعاية المرضى وإنشاء مناطق مخصصة للإمدادات الطبية